بعد 26 عاماً على إقرار الثالث من مايو يوماً عالمياً لحرية الصحافة لا يزال المشوار طويلاً أمام الصحفيين لينعموا بحرية الكلمة كما نشدوها شعار هذا العام كما رفعته اليونسكو عقول متبصرة في أوقات حرجة في سياق تأكيدها على دور وسائل الإعلام في بناء وتعزيز مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة للجميع مهمة لا تزال الصحافة تنؤ بحملها في وسط هذا الكم الهائل من التحديات التي تواجه الصحفيين وبالأخص في منطقتنا العربية التي تشتعل الحروب في وسطها وخاصرتها وتحاصر أقطارها من كل صوب يفقد الصحفيون أرواحهم ثمناً لإيمانهم بالحرية والتعددية استهداف الصحفيين لا يقع فقط في خطوط التماس بل يلحقهم إلى المنازل ويفتكوا بهم في السجون مصيبة لا يدويها الاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة أو تقييم حال الحرية بل الدفاع عن الصحافة والصحفيين والتذكير الذي لا ينقطع بتضحياتهم أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس صرخة في فله عندما طالب بقادة يدافعون عن حرية الإعلام لا تكف اليونيسكو عن اعتماد الوثائق والإعلانات وآخرها الوثيقة المفاهمية لاجتماع جاكرتا الصادر هذا العام بالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة لكنه كإعلان صنعاء بشأن تعزيز استقلال وتعددية وسائل الإعلام العربية الذي صدر في يناير 1996 ليس سوى صياغ نظرية لا تسعف أولئك الذين باتوا يشكلون اليوم الحلقة الأضعف في الصراعات والحروب ففي صنعاء لم يعد هناك مجال لأن تعقد اليونيسكو اجتماعا آخر فحرية الصحافة في هذه المدينة ذبحت من الوريد إلى الوريد أغلقت الصحف وحجبت المواقع الإلكترونية وهجرت القنوات وأصبحت صحافة صنعاء تصدر عن فكرة ميليشيوية صارخة صحافة الرأي الأوحد هذه هي من يؤجج اليوم النزاعات ويعمقها ويغذي الحروب بحماس المتهورين حينما تعظم المهمة الحربية للعصابة ضد الدولة والشعب والخيارات الراسخة لليمنيين